ولد المخلص هللويا أهلاً أحبائنا المشاهدين مازلنا في أيام الأعياد أعياد الميلاد المجيد ولادة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح له كل المجد والعالم بيحتفل في ميلاد المسيح حالياً في التقويم الغربي وسيستمر إلى التقويم الشرقي لأنه لها أهمية عظمة جداً مش بس أنه المسيح جاء في ملء الزمان مش بس أنه ولد في الوقت المعين ولكن شيء أهم في كل الموضوع ولد المخلص العالم اليوم عم بإن عم بيتألم عم بيواجه كل أنواع الآلام كل أنواع التحديات وعم بيواجه فعلاً فقدان الرؤية فقدان الأمل فقدان الرجاء وبشكل عام الناس فقدت أملها للأسف أقولها برجال الدين فقدت أملها برجال السياسي فقدت أملها بالصحافة اللي الممكن تعبر عن أسئلة الناس وأنه فعلاً تعطي الأجوبة الصحيحة ولكن كل شيء أصبح مسيس وحتى مؤخراً عم نشوف أنه حتى في الرياضة في كأس العالم في كرة القدم حتى منشوف التحيز والتميز ومنشوف طبعاً العنصرية والكرهية للأسف مع أنه لازم تجمع العالم في وحدة بفرح والسؤال دايماً اللي بيطرح نفسه هل من رجاء؟ هل من أمل؟ حاول الإنسان من قديم الأيام الله خلق آدم وحواء بخلقهما يعني بصورة كاملة ولكن بحرية الإرادة آدم اختار أن يخطئ وأن يعصى الله وهكذا دخلت الخطية واجتاز الموت إلى الجميع واتورثنا طبيعة آدم الساقطة ولكن الله لم يترك الإنسان في حالته في مرارته إذ يصف الكتاب المقدس حالة الإنسان كلنا كغنى من ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه والكتاب المقدس والكتاب المقدس يصف حالة الإنسان أنه ميت بالذنوب والخطايا أنه هالك بلا رجاء أنه في حالة الضياع وفي حالة العمى الروحي وفي حالة الظلمة الله طبعا دبر الذبيحة فكرة الذبيحة في العهد القديم وأرسل أنبياء كثيرون ولكن مرة تلو الأخرى منشوف أنه قلب الإنسان مظلم وحاول أنه يصل إلى الله بشتى الوسائل عن طريق الذبائح عن طريق الشريعة عن طريق الأنبياء عن طريق البر والتقوى عن طريق الأعمال الصالحة وهكذا ولكن كيف نستطيع أن نرضي الله القدوس كيف نستطيع أن نوفي الحق الإلهي الكامل كيف توفى العدالة الإلهية والبر الإلهي فالله قدوس بار الله عادل ينبغي أن يدين الخطيئة والإنسان توحل وتوغل والخطيئة استشرت وتفشت في كل نواحي الحياة فالصرخة القديمة هي الصرخة الحديثة فالإنسان يصرخ هل من منقذ هل من مخلص وأتذكر في أحد السنين أحد رؤساء الوزراء في أوروبا سرخ وقال نحن نحتاج إلى مخلص نحن نحتاج إلى منقذ في هذا العالم بغض النظر سواء كان إلها أم شيطانا نحتاج إلى منقذ مسكين هذا رئيس الوزراء إذ لم يكتشف أنه ولد المخلص هللويا جاء يسوع المسيح المخلص عند اكتمال الزمن جاء المسيح ليخلص من الخطية جاء المسيح ليفدي من كل إثم جاء المسيح ليحرر من العبودية جاء المسيح ليشهد للحق جاء المسيح ليعطي حياة فياضة فضلة ويعطي أيضا الحياة الأبدية وضمانها يعطي الخلاص الكامل وفي ناس ولسيما في هذه الأيام أيام الأعياد بتصرخ بسبب ظروفها كثير ناس عم تتقلم بسبب الفقر بسبب الظلام بسبب الظلم الاجتماعي بسبب التمييز بسبب أنه عم بحاول بكل إمكانياته ولكن مش عم بيقدر أنه يخلص نفسه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر